ياو 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 فيديو اليوم هو أسماك مخيفة ومرعبة حتى بالنسبة لأقوى رجال العالم يعني راح تشوفوا سمك حجر وسمك موس ولا شو هاد؟ ما بعرف المهم انكم راح تشوفوا هاي الأسماك وتعرفوا ليش هي مرعبة لهذه الدرجة بس أولا لا تنسوا اللايك وتانيا مزعجي هنا وتالتا يلا نصيد شو دخل؟ يلا خش عليه واحد في الأمازون في سمكة مخيفة اسمها كاندرو وهي السمكة حجمها بحجم أطراف الأصابع يعني شوفوا شكلها على يد الإنسان وات مصخرة مو مخيفة بالمرة صح كمنظر مو مخيفة بس السمكة اللي ما بتعجبك بتفجعك لأنه هاي السمكة مصاص الدماء بتتغذى على دم الأسماك الأخرى حرفيا دراكول الأسماك بتدخل بطرف سمكة ما وبتمص دمها مص او واو بس ليش مخيفة بالنسبة للرجال؟ لأنه صارت حالات بأنه تعلقت بالرجال وشربت من دمهم وصارت كتير مو شوي مو مرة ولا مرتين فالكاندرو بنعطيها ستة من عشرة على مقياس الرعب ليش؟ لأنه صغيرة من عفسها عرفتوا اللي بعده اثنين البحار مليانة طفيليات بحرية مثل طفيليات غينية اللي اسمها مجدافيات الأرجل واللي كثير من سكان أفريقيا المساكين بيشربوها مع المياه السيئة اللي عندهم واللي بيشربوها بتنمو بطنهم دودة طويلة جداً ورح ورجيكم وين بتروح هاي الدودة بس تحذير ومتحذير اللي ما بيعجبوا هاي المناظر إعادة الدودة هاي بتروح لقدم المصاب وبتنفخها وبتخلي حرارة المصاب ترتفع وبعد فترة بتفتح فتحها من رجله وبتطلع للخارج وين بتروح لأقرب مياه بتشوفها بترجع تطفل على غيرك واو مصيبة بنعطيها ثمانية من عشرة على مقياس الرعب ليش؟ لأنه في طفيلية أرعب منها واللي اسمها بالعربي نيجريلية دجاجية وات؟ شو هالاسم؟ إذا ما أعجبكم خدوا اسم هالتاني واللي هو أكلة الدماغ الله أكبر لا خلينا على الدجاجية حكي لنا شو بتساوي الدجاجية يا مزاجي هل بتبقبقيق؟ لا بتخليك تدخل الماء الملوث وبتدخل من أنفك هاي الطريقة الوحيدة لتدخل جسمك على فكرة وبعد ما تدخل بتسبح وبتسبح بحثا عن عقلك وخلال يومين لخمسة أيام بيبدأ المصاب المسكين بالشعور بالصداع والغثيان والقيق وبعدها بيبدأ المصاب هلوس ويجنجنونه وبقبقيق هو بصير وبيدخل في غيبوبة طويلة وطبعا بعدها سبعة وتسعين بالمية من المصابين بيموتوا بكل أكل عقلهم يعني إذا دخلت بجسم إنسان ما على الأغلب ميت ميت فمنعطيها عشرة من عشرة على مقياس الرعب عشرة مين؟ 11 من عشرة على مقياس الرعب ثلاثة في أنواع كثيرة من الأسماك عندها أسلحة مثلا سمكة السيف وسمكة الشراع وسمكة المارلين وكلهم سفاحين بيعملوك شاور ما يعني مثلا سمكة السيف مستعدة هاجم الصيادين بدون تفكير وصارت مرة مع صياد خبير شاف سمكة السيف وقفز وراها يصيدها وأول ما طعنها عصبت وجل جنونها ورجعت هي غرزة السيفها لمسافة 91 سنتي جوا صدره قتلته وفي غيره صياد هندي عمره أربعين اسمه مولا جوغانا كان عم صيد بشبكته وفجأة صار وزن الشبكة ثقيل فقفز مولا جوغانا بالمي شوف شو القصة خطأ كبير من مولا جوغانا ليش؟ لأنه شاف سمكة السيف طوله مرتين لا وسمكة طلعت من الشبكة وهاجمته فورا واخترقت وجهه فمات هو الآخر اخترقت وجهه فمنعطيها عشرة من عشرة على مقياس الرعب سيف لأنه عشرة من عشرة وفي سمكة ثانية اسمها سمكة الإبرة صغيرة الحجم بس كبيرة الفعل ليش؟ لأنه عندها القدرة تقفز من الماء لعند الصيادين برا الماء بتطعنهم وبترجع بنت اللذينة وصارت بعام 2020 لما البنغالي ذو 16 سنة محمد ايدول كان عم صيد وقفزت سمكة إبرة وطعنته بس الحمد لله نجع من الموت بإعجوبة هاي صورته طبعا آخ بس من أبرتك يا إبرة نعطيها سبعة من عشرة على مقياس الرعب لأنه إبرة موسيف مصخرة أربعة معروف أنه أغلب الأسماك ناعمة الملمس بس في أسماك شائكة قاتلة خدوا مثلا نجمة البحر المكلل بالشوك إذا كنت غايص ولمستها يا دوب لمستها بدلت الغوص رح تتقطع عربا منها وطبعا لما تتركها رح يكون شوكها فيك فبكون لازم لك عملية لإخراج الشوكي منك بس الحمد لله أنه شوكها موقاتل بس مؤلم جدا بس موقاتل ها فبنعطيها خمسة من عشرة على مقياس الرعب لأنه موقاتل ها بس قنافذ البحر الثلاث هادول اللي صعب الفض اسمهم شو هادي صعب هادول سامين جدا وسمهم يسبب التورم والآلام وتمزق العضلات والمرض وبعض الحالات ممكن يسببوا الموت فبنعطيهم سبعة من عشرة على مقياس الرعب لأنه ما في لعب معهم وما في لعب مع السمكة الحجرية المرعبة الفتاكة مع أنه حجمها يا دوب 51 سانتي بس سمها 51 بلوة قادر يقتل الإنسان بساعة واحدة لا والمصيب الأكبر فيه أنه حجري مستحيل تشوفه وتتحاشاه شو هاد فبنعطيها عشرة من عشرة على مقياس الرعب لأنه حجرة قاتلة كيف نعطي حجرة تسعب ما بينفع عشرة من عشرة على مقياس الرعب يا حجر هذا المخلوق الغريب المريب القبيح اللي اسمه سمك الجلكة وسمك الجلكة هاد بيجع السمكة وبيلسق فيها وبمصدمها بالكامل حرفياً ما بيتركها حتى تفضه من الدم وفيه أنواع من الجلكة بتكون أشرس بكل لونها برتقالي فإذا شفت سمك الجلكة برتقالية أبعد عنها بعيد لأنه بتهاجم البشر وصارت مرة مع بنت عمرها ستعش هاجموها خمسة جلكة جلكوها جلك فالجلكة مو بسيطة أبداً فمنعطيها سبعة من عشرة على مقياس الرعب لأنه شكله بضحك ومو أرعب شي ضد البشر أوكي ستة أفاع البحر المرعبة اللي في أنواع منها لو لدغوك بسمهم رح تموت بغضون دقائق باي باي حياة ويقال إنه قطرة من سمها قادر تقتل 1800 بني آدم واو بس الحمد لله إنه صعب جداً تتلاقه مع البشر الحمد لله بس شوفوا هاد الفيديو اللي صياد منحوص صايد أفعى بحر سامة ومتورط فيها أه لو مكان هاد الصياد بتخلى عن السنارة والشبكة والصيد وبعتزل وبتخلى عن قارب وبتخلى عن كل شي مرعبة بعطيها تسعة من عشرة على مقياس الرعب والأخيرة سمكة الأرنب ذات الخطين كابوس الكوابيس هي سمكة ومع أنه شكل حبوب جداً ولطيف إلا أنه لو لمست زعانفها رح تحس بألم غير طبيعي وطبعاً الألم والسم هاد ممكن نروح ببساطة إذا حطيت إيدك جوا ماوي سخنة طيب وين الخطر إذا ممكن تعالجها يا مزاجي؟ مافي خطار لا فيه الخطر إنه كتير من الناس بيأكلوا هاي السمكة وإذا أكلها شخص وكانت مطبوخة غلط ولو شوي على طول رح يجي إسهال ودوخة وحكة ودوخة عنية ورح يجن يعني وليش قلت لكم إنه هاي السمكة كابوس الكوابيس؟ لأنه حرفياً بعدها بصير الإنسان بيحلم كوابيس لشهور طويلة عادي وبس مع هاي السمكة الأرنوبة الكتكوتة اللطيفة ننهي هذا الفيديو إن شاء الله يكون عجبكم وإن شاء الله تكونوا خفتوا شوي فيه وإذا عجبكم لا تنسوا اللايك ولا تنسوا تكتبولي أي أكتر سمكة خوافتكم بهذا الفيديو بالنسبة إلي عاكلت الدماغ طبعاً عطيتها 11 من 10 على مقياس الرعب اكتبولي أنتوا كم تعطوها ويلا ألبس النضارة وانهي هذا البي تمام شكراً لكم على المشاهدة وأحبوكم جداً ومزاجي كان هنا سلام ابحث عن من بقى بجنبك لما نالك الضيق صادق عماراً تبني طوباً يبني طوباً يداً بيد معاً طولة طريق هاي أه لو مكان هذا الصياد بتخلى عن الشبكة وعن الصيد وبعتزل الحياة كلها ليه لا بدأ